كرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكاف وتواجد عربي كبير في دور الستاشر السمن النهائي بعد انتهاء دور الاثنين وتلاتين الدور التمهيدي وتعرفنا على الأندية المتاهلة بالكامل وأيضا مستويات الأندية عشان القرعة اللي هتكون طبعا نارية بظل تواجد عربي للأندية العربية بكسافة في دور الستاشر من كأس الكونفدرالية الأفريقية السلام عليكم ورحمة الله انتهينا خلاص من دور الاثنين وتلاتين وتعرفنا على الأندية المتاهلة إلى دور الستاشر دور المجموعات لكأس الكونفدرالية وهي كان آتي واحد الزمالك المصري اتنين نهضة بركان المغربي فيوتشر المصري النادي الأفريقي التونسي أبو سليم من ليبيا الهلال من ليبيا ريفرز يونايتد من نيجيريا دياب النوار من الكونغو ساجرادا من أنجولا سوبر سبورت من جنوب أفريقيا شيخو خومة من جنوب أفريقيا الملعب المالي من مالي لوبوتينو من أنجولا سوار من غينيا ودريمز من غانا ده بالنسبة للستاشر نادي اللي تأهلوا إلى دور الستاشر وهتكون على أساسهم القرعة بإذن الله على المستويات الآتية هيتم تقسيمهم إلى أربع مستويات المستوى الأول متواجد فيه اللي هيكونوا على رؤوس المجموعات الزمالك المصري نهضة بركان المغربي والتحاد العاصمة الجزائري وأيضا ريفرز يونيتد النيجيري الأربع أندية دول اللي هيكونوا على رؤوس المجموعات وبعد كده هيتم القرعة التصنيف الثاني عندنا نادي ديابل نوار من الكونغو عندنا نادي ساجرادا من أنجولا ونادي فيوتشر من مصر ونادي الإفريقي التونسي دول الأربع أندية اللي متواجدين في التصنيف الثاني عندنا في التصنيف الثالث أبو سليم من ليبيا والهلال من ليبيا والسوبر سبورت من جنوب أفريقيا وشيخ وخومة من جنوب أفريقيا أما بالنسبة للتصنيف الرابع عندنا الملعب المالي واللي بيتينو لبيتو من أنجولا ودريمز من غانا والصوار من غينيا ده بالنسبة للتصنيف الرابع يعني محتمل كبير نلاقي عندنا مجموعات فيها تلات أندية عربية عندنا في التصنيف الأول الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي والتحاد العاصمة الجزائري في التصنيف الثاني عندنا فيوتشر المصري والأفريقي التونسي عندنا في التصنيف الثالث أبو سليم الليبي والهلال الليبي وبالتالي ممكن نلاقي جدا جدا تلات أندية مع بعض تلات أندية عربية في مجموعة واحدة بالنسبة للقرعة رسميا خلاص القرعة والأمور الرسمية والمجموعات رسميا هتكون يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 ستة عشر الفين تلاتة وعشرين بجوهانسبيرج بجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة هتكون طبعا موقع الكاف الرسمي هينقل القرعة عندنا السبع أندية عربية نتمنى لهم التوفيق هنشجعهم وندعمهم ونتابع أخبارهم عندنا البطولة لأول مرة بتستغني عن الفرق أو الأندية اللي كانت بتأتي من دوري أبطال أفريقيا مش هيتحول من دوري أبطال أفريقيا أي حاجة خلاص مباشرة من الدور الـ 32 إلى دور المجموعات والفرق اللي خرجت من هناك من الدور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا ودعت دوري الأبطال ولن تذهب إلى الكونفدرالية الأفريقية حامل لقب هذه البطولة هو نادي اتحاد العاصمة الجزائري اللي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية وأيضا فاز بكأس السوبر الأفريقي وبالتالي الزمالك وفيوتشر من مصر الهلال وأبو سليم من ليبيا نهضة بركان من المغرب والتحاد العاصمة من الجزائر والإفريقي من تونس دول السبع أندية العربية اللي هيكونوا متواجدين في كأس الكونفدرالية الأفريقية دور المجموعات عام 2023 و2024 كل التمنيات لنادي الافريقي اتحاد العاصمة نهضة بركان أندية ليبيا الهلال وأبو سليم أندية مصر الزمالك وفيوتشر بالتوفيق في هذه البطولة لهم فرصة كبيرة كبيرة جدا جدا للمنافسة على لقب هذه البطولة لأن الأندية يعني الأندية الأخرى غير الأندية العربية أعتقد مش بالقوة المعروفة لأن لما أندية دوري أبطال إفريقيا كانت بتخرج من دول 32 وتأتي إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت بتعطي لكأس الكونفدرالية الأفريقية طابع قوي وطابع موسير كانت بتشبه أحيانا في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا لأن كان بيجي أندية قوية تنضم إلى أندية قوية أخرى وكانت بتتشكل المجموعات على هذا الأساس ولكن في عدم تحويل أندية من دور الأبطال إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية أصبحت الفرصة كبيرة لأنديتنا العربية أنها تتألق وتفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية اكتب لي توقعاتك في التعليقات مين يقدر يفوز بكأس الكونفدرالية لهذا العام إتحاد العاصمة هينافس وهيحاول يحافظ على لقبه لكن أعتقد الزمالك في يوتشار نهضة بركان الأفريق التنسي هيعمله منافسة قوية جدا مع نادي إتحاد العاصمة ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته